هل رصدت يا أستاذ لطفي ما قيل في الصحف العالمية عن هذا الافتتاح؟ طبعاً كان من اهتمامنا طبعاً نشوف البي بي سي أشادت بالافتتاح سكاي نيوز أشادت بالافتتاح عدد كبير جداً من الوكالات الأجنبية والأمريكية أشادوا بالافتتاح والتنظيم وأن في بطولة بتقام في هذه الظروف الاستثنائية كان هو العنوان الملفت للجميع وهذه البطولة تقام في مصر أيضاً أنا بشدد على دي برضو عشان الناس كانت قلقة من حضورها إلى مصر لكن بعد ما شافوا الافتتاح شكله والتزام المنتخبات أنها تيجي برضو حتى لو كان اعتصر منتخبين جيبها دا لهم منتخبين لكن في النهاية البطولة اكتملت بعددها 32 فريق فهذا في حد ذاته نجاح للاتحاد دولي ونجاح لمصر ونجاح للقائمين على هذه البطولة حتى هذه اللعظة طيب يمكن من أكتر الصور المتدولة عالمياً هي فريق قرة اليد الألماني من مقر قامته أمام الأهرامات يعني ربما برضو خدمته الظروف أنه هو يبقى موجود في مكان حيوي جداً في مصر إنما الناس علقت على اللياقة البدنية لهذا الفريق دي خلينا أسأل على فريق قرة اليد المصري هل اللياقة البدنية والاستعداد البدني له يؤهلوا بأن يحتل الصدارة في هذه البطولة إن شاء الله؟ إن شاء الله هننافس على الصدارة لكن احتلال الصدارة ده هنتركه للمباريات القادمة إن شاء الله لكن الحمد لله عندنا جهاز فني بقيادة الأسباني جارسيا ومعه معد بدني ومعه جهازه المعاون وإن شاء الله هيقضونا إلى النهائي بشكل أفضل لكن استعجال إن نحط المنتخب من البدايات في المنافسة على اللقب ممكن تسبب ضغط على اللاعبين مبكراً فبنرجو إن احنا نأجل ده شوية لغاية ما نتقطن براحل الأولى بس بس هما مؤهلين يعني الحمد لله إحنا عندنا فريق كرة يد أعتقد أنه هو يعني حقق في المباراة الأولى كان يعني مباراة مشرفة جداً وحقق يعني سكور عالي يعني حقق مكسب كويس حقق مكسب كويس إحنا عندنا منتخب اليد يختلف عن أي منتخب من ألعاب أخرى أولاً عند حضرتك الخبرة موجودة في اللاعبين اللي هما شاركوا في بطولات عالم كثيرة جداً وحققوا مركز تامن في كاس العالم عندنا منتخب الشباب اللي واخد برونزية كاس عالم عندنا منتخب الناشئين اللي واخد دهبية كاس عالم يعني من الطرائف اللي ممكن أقولها لحضرتك رقمياً بس كده إن أحمد الأحمر اللاعب الدولي أول بطولة عالمي كان يشارك فيها كان 2005 فيه ست لعبين فيه ست لعبين كان بالنسبة لهم أحمد الأحمر وبيلعب كاس عالم كان هما في كيجي تو فأصبحوا هما زماية الأحمد الأحمر في منتخب مصر هذه البطولة فشفت حضرتك بقى فارق الخبرات والشباب والناشئين الصاعدين لمصر لأ عندنا دماء كتيرة جداً وعندنا منتخب كويس إن شاء الله المباراة بكرة مع مكدونيا تكون لصالحنا وتكون إضافة لرصيد مصر قبل مباراة السويد اللي هتبقى يوم لتنين إن شاء الله إن شاء الله طيب هل عدم وجود مشجعين داخل الصلاة؟ هل ده بيؤثر على نفسية اللاعبين؟ أكيد أي مكان من غير جمهور بتقل فيه الحماس طبعاً لكن إحنا واجبنا إن إحنا نحاول نشجع اللعيبة على السوشيال ميديا إن شجع اللعيبة في البرامج على القنوات الفضائية حتى غير متخصصة كمان لأن ده هيدل اللعيبة كانوا حافظ مهم جداً إنهم يكملوا مسيرتهم بشكل كبير كان فيه اتجاه إن إحنا يبقى فيه حضور 20% من الجمهور البطولة لكن الاتحاد الأوروبي لللاعبين رفض على اعتبار إن ده ممكن يسبب كورونا لللاعبين وبالتالي ارتزمت مصر بالتعليمات وألغت فكرة حضور 20% من الجمهور وبالتالي لم يعد هناك سوى اللاعبين والإعلاميين فقط هم من يتواجدون فيه داخل الصالة وبالتالي ندعم اللاعبين على السوشيال ميديا على القنوات الفضائية فيه أكتر من وسيلة ممكن ندعم بيها بس مطلوب مننا إن احنا نبدأ نشجع اللعيبة بشكل أكبر على السوشيال ميديا عشان نحطهم كمان نعرفهم إن احنا كلنا وراهم مش بعيد عنهم حتى لو كانت كورونا مناعتنا من إن احنا نقتزف المدرجات ونقف خلف منتخب مصر ربنا يوفهم إن شاء الله تشكيل فريق كرة اليد هم سبعة يعني ست لعبين وواحد لحراسة المرمى هل بيكون فيه بداء يعني فهمنا الشكل بيبعمل إزاي تحديدا؟ هم سبع لعبين وفيه بيبقى سبع تغييرات كمان فأمر طبيعي اللي دي بتغضع بقى لرؤية المدير الفني مين يبدأ المباراة مين يبقى على الدكة مين يبقى الأفضلية المين اللي يستمر في الملعب فدي بتبقى رؤية فنية خالصة لكن في النهاية بحب أطمن الجمهور إن عندنا لعبة مميزة جدا جدا منهم ستة محترفين فأمر طبيعي إن أنا النهاردة محطوط على ترك العالمي لكرة اليد ممكن ما خدتش بطولة في الكبار لكن في هذه البطولة لدينا طموح أن يكون أبنائنا إن لم يكونوا في المربع الزهبي يكون لهم مدلية من بين الثلاثة الأول إن شاء الله وهذا ما نأمله من واقع المنافسات التي بدأت حتى الآن وإن كانت جميعها بتدي نوع من الاتمقنان على منتخب مصر إنه ممكن يكمل بصورة أفضل في المباراة اللي جاية إن شاء الله